موسيقى موسيقى اول محافظة من محافظات الشمال وهي اربت ثم جرش عجلون والمفرق اذا عندي محافظات الشمال اربت جرش عجلون والمفرق اربت جرش عجلون المفرق اما الان مع محافظات الوسط واول محافظة عندنا هي الزرقاء ثم البلقاء وهي نفسها الصلط مادبة وعمان وهي عاصمة وطني طبعا تتميز عمان بانها العاصمة وبانه تركز السكان فيها لتوفر الخدمات فيها اما محافظات الجنوب عندي محافظات الكرب الطفيلة ومعان والعقبة هدو المحافظات الجنوب وهلأ يا رابع مراجعة سريع على الدرس موقع وطني الاتفان ان وطني هو المملكة الاردنية الهاشمية ما اسم المحافظة التي تسكن فيها هي محافظة العاصمة عمان ما المحافظات القريبة من محافظتك؟ عنا هاي محافظتنا عمان اهم واقرب المحافظات لالهاء الزرقاء جراش البلقاء محافظات الوسط ماذا با؟ طبعا تتميز عمان انها تقع في وسط المملكة الاردنية الهاشمية الاهم المعلومات نحفظ ان تتألف المملكة الاردنية الهاشمية من اثنتين عشرة محافظة حكينا ان كل محافظة الى طبيعتها ومعالمها وعندي مدينة عمان هي عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية ضرورة نحفظهم يامس لما نجد الخريطة هون نقسمين لهم المحافظات حسب الاقاليم محافظات الشمال الوسط الجنوب محافظات الشمال اربد جراش عجلون المفرق محافظات الوسط الزرقاء عمان البلقاء مادبة ومحافظات الجنوب الكرك الطفيلة معان العقبة لازم نحفظهم يا رابع وكل محافظة بأي اقليم تقع يعني هي من محافظات الوسط او الشمال او الجنوب لازم نحفظهم ونركز عليهم هذا القصف الاول من الدرس الاول موقع وطني متمنى انكم تدرسوه وتحفظوه ويعطيكم الف عافية